بعدما تبعنا مع حضراتكم أهم الأخبار اللي حصلت مبارح خلينا للوقت نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله وأبرزها حجاج بيت الله الحرام هيرموا الجمرات في أول أيام التشريق والمجازر مستمرة في فتح أبوابها على مستوى الجمهورية مجانا أمام أضاحي المواطنين أيضا وزارة الصحة بتواصل تطبيق خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الأطحى المبارك بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة ضيوف الرحمن هيستعدوا الأول أيام التشريق الثلاثة والنهاردة يرموا الجمرات الثلاثة مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة برضو النهاردة المجازر مستمرة في فتح أبوابها على مستوى الجمهورية مجانا أمام أضاحي المواطنين مع توفير كل الإجراءات الطبية والبيئية لزبح الأضاحي كمان النهاردة بتواصل وزارة الصحة تطبيق خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الأطحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية الخطة بتتضمن الدفع بـ 219 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين بكافة المحافظات والأماكن اللي بتشهد تجمعات المواطنين ده غير الدفع بـ 11 لنش إسعاف نهري مع الحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن الزحام والتجمعات